صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب كل واحد وبلده النهاردة هنحدر مع بعض مجموعة من المياه المناكهة بنكهات مختلفة حاجة كده تروي العطش حاجة كده ديتوكسل للجسم تخلص من السموم ننزل وزننا ندي لجسمنا شوية فيتامينات على شوية ألياف على شوية مية على شوية نضارة للبشرة حاجة رائعة جدا جدا المفروض يومكم ما يخلاش من واحد من النكهات اللي انا هعملها ممكن تبدلوا بين النكهات دي كلها ممكن تخضروا نكهة تكون مفضلة عندكم فما تنسوش تعملوا لايك تشتركوا معايا في القناة ويلا بينا طبعا بما ان السف خلاص على الأبواب فأكيد محتاجين شوية مية مسلجة كده تروي العطش وفي نفس الوقت نستفيد منها أول نكهة هعملها هي نكهة الفيتامين سي المركزة اللي هستخدم فيها البرتقان والجريب فروت تعالي نقولها هنقولها ازاي اول حاجة هنحط شوية من التلج التلج ده بيكون اساسي بقى في الوصفات بتاعتنا النهاردة عشان يطلع مسلج كده ويطلع فرش كده وحاجة رائعة هنحط يعني من اثنين لتلات او اربع شرائح من الجريب فروت وشرائح من البرتقان على فكرة اللي ما عندوش الجريب فروت يقدر يستخدم ممكن شرائح من الجزر او كمان اليصفي لو تعرفون استخدم منه شرائح او نظيف اللمون المهم ان احنا عايزين فيتامين سي مركز هحط معاها عودين من الارفة او عود من الارفة الارفة اللي بتساعد على الحر وتساعد على ثبات نسبة السكر وطعمها المنعش الجميل دفت كمان اليانسون النجمي هو اسمه كده شكل النجمة يانسون كده بيتباع عند العطارين شبه النجمة بيدي مزاق حلوة او بيدي شكل كمان يعني لو انتم مثلا بتعملوا شاي ممكن تحطوا واحدة كده في الشاي بتدي شكل ونكهة حلوة جدا غير طبعا فويده الجميلة جدا للبشرة هضيف عليهم برضو حوالي لتر مية من الماء المسلج يعني الخلطة كلها لازم تبقى المية متلجة على فكرة لو انتم مش بتحبوا مية سقعة يعني عايزينها مية عادية عادي جدا بس لما بتكون سقعة مع الخلطة دي بتبقى رهيبة هقلب المكونات كلها مع بعض والاوضل ان انا بسيبها شوية يعني مثلا ربع ساعة نص ساعة لغاية ما المكونات كلها تدي مع بعضها ويبدأ لون المية تغير شوية وتبدأ الناكهات تختلط مع المية بالنسبة للناكهة دية فيتامين سي حلوة جدا لنظرة البشرة حلوة جدا للاطفال ادوا منه لاطفالكم يعني يعملوها وحطوها في كبايات كده ممكن تحطوا لهم شاليمو ويبدأوا يشربوا منه عودوهم على الديتوكس اللي هو الاورنج ده يديهم باور يديهم طاقة يديهم فيتامين سي ده مهم جدا للاطفال يعني صراحة دي من وصفات طعم وراهيب جدا والله مهما اوصف مش هوصل المعلومة الا لما ادقو اما بالنسبة للناكهة التانية اللي هي النكهة الكلاسكية او يعني اللي هو احنا معتدين عليها اللي هي هتبقى هنحط اول حاجة مكعبات التلج بتاعتنا هضيف فيها شرائح من الجنزبيل الفريش وكمان هضيف النعناع وحط كمان شرائح اللمون الميكس ده مع بعضه طعم رائع جدا منعش بطريقة لا تتخيلوها كمان حاجة طبعا اكيد فيتامين سي سد الشهية الناس اللي بتنزل وزنها هتحاول ان هي تشرب من الديتوكس الجميل ده على فكرة كل نكهات دي تديتوكس للجسم تنظيف من السموم بيساعد الكبد ان هو يتخلص من السموم اسرع كلما نحس بالجوع بالنسبة للناس اللي بتشعر بالجوع وعايز تنزل وزنها اول ما تحس بالجوع تروح على طول تاخد كوباية من الديتوكس الجميل الرائع المنعش طبعا كلنا عارفين فوايد اللمون والجنزبيل فلما نخليهم ونجهزهم من اول اليوم يبقوا قدامنا هيكون ممتاز جدا شايفين الشكل عامل ازاي اصلا اشكالهم كلها بتفتح النفس يعني لما انتوا تحضروها من اول اليوم ده الواحد وتشجيع قلتلكم قبل كده حضرو حاجاتكم من الاول اليوم ده هيساعدكم ان انتوا تكملوا في نظامكم في نزول وزنكم لما الحاجة تبقى متجهزة قدامكم ومريحة للعين والاعصاب النكهة رقم 3 هتكون نكهتي المفضلة يعني اكتر نكهة بحبها بحب عملها وبسيبها هي اللي بيكون معمولة بالشاي الاخضر اول حاجة احنا هنجيب اتنين باكت من الشاي الاخضر وهنعمله عادي جدا كأننا بنعمل شاي يعني احنا مش هنفع نحط المكونات كلها من الاول احنا هنحضر الشاي بتاعنا وحنسيبه برد تماما وبعدين نبدأ نجيب بقية المكونات ونبدأ نحطها لان احنا لو حطينا المكونات كلها مع بعض والمية سخنة هنحس ان احنا بقية المكونات هتتبل كده ومش هتدينا نكهة اللي احنا عوزينها بعد ما الشاي برد هبدأ بقى ان انا نجيب الخلطة بتاعتي بقى اللي انا هعمل بيها نكهة الرائعة دية والله دي لازم تجربوها يعني لو تقدروا تجربوها اول حاجة جميلة منعشة ديتوكس ساد شهيء رائعة هحط حبة التلج اللي انا تعاودت هحطهم في كل ديتوكس بحطه وهحط معاها بقى مرة دي شرائح من التفاح الاخضر على فكرة نكهات الشاي الاخضر اللي هي اللي بتبقى المسلجة دي بتتبع باسعار غالية جدا فانتو حضروها وعملوها في البيت نفس الطعم يعني بيبقى فيه شيء اخضر جاهز باللمون فيه بالجنزبيل فيه بالطفاح فيه بنكهات الرمون انتو بقى اعملوها وحضروها فعنحط التلج ونحط معايا شرائح من التفاح الاخضر يفضل يكون الاخضر مع الشاي الاخضر يعني يفضل يكون التفاح احمر مع الشاي الاخضر نكهة رائعة وضفت شرائح اللمون وكمان حطيت كام ورقة كده من النعناع علشان اعمل ميكس كده ما بين التفاح والنعناع واللمون وبعدين حطيت شوية الشاي المركزين انا حبيت ان انا عامله شاي مركز في الاول لو تاخدوا بالكم حطيت اتنين باكت على نص كباية من الميا المغلية وبعدين ضفت بقى الميا المتالجة بتاعتنا على الميكس الرائع ده اصلا لونه جميل جدا وده كمان بقى حلو للناس اللي ما بتحبش تشرب الشاي الاخضر يعني فيه ناس بتكره طعم الشاي الاخضر خاصة كمان لو كان سخن فانتم الافضل ان انتو تعملوه بالنكهة دي يعني انا عن نفسي صراحة بحب اعمله بالطريقة دي اكتر من هو بيكون سخن شوية دي بقى يعني تفضل معكم تولي اليوم كل على فكرة كل شوية ممكن تزوده تلج يعني لما التلج يسيح على مدار اليوم تقدروا تزوده تل يرجع النكهة زي ما هي لونه خطير طعمه اخطر طعمه فرش جدا طعمه منعش حلو جدا طبعا عارفين الشاي الاخضر لانقاص الوزن بعد الوجبة ممكن ناخد كباية ممكن لو عاوزين نسد الشهية قبل الوجبة ونأكلش الوجبة بحجم كبير نبدأ ان احنا ناخد كباية من الميا المتلجة دي بتاعت الشاي الاخضر قبل ما ناخد الوجبة رائعة هنيجي بقى الوصفة مهمة جدا لان هي وصفة علاجية كمان قبل ما تكون وصفة منعشة والانقاص الوزن والحاجات الحلوة دي الوصفة الرائعة لنقص الحديد ونقص الهمجلبين وفقر الدم الناس اللي عندها نحفة في الوجه الاطفال اللي عندهم سوقف التغذية نبدأ ان احنا نحط بقى مكعبات التلج بتاعتنا نحط بقى شرائح البنجر او الشمندر مع شرائح من الخيار مع شرائح من اللمون لازم نحط اللمون مع البنجر البنجر فيه كمية حديد رهيبة جدا جدا وعلشان نرفع نسبة الحديد او يعني الهمجلبين يكون عالي في الدم بسرعة رهيبة لازم معاه فيتامين سي فالفيتامين سي طبعا هيكون موجود في اللمون غير طبعا مجموعة الالياف ومجموعة الفيتامينات اللي بتكون موجودة مع الخيار والديتوكس دوت انصحكم ان انتوا تسيبوه شوية يعني تحملوه تسيبوه ما تشربوهش منه على طول كل لما تسيبوه هتلاقوا ان اللون الاحمر الرائع ده بيزيد مع الوقت يعني كمان فايدة البنجر او الشمندر مع المياه بتختلط اكتر وفوائدها بتبقى اكتر وطبعا البنجر ده مش مسلوق انا عاوزة فرش زي ما هو يعني بتاخدوه بتقطعوه زي ما هو وتدقوا تحطوه في المياه بينزل كل الفوايد بتاعته اشربوا منه بقى طول اليوم الناس اللي عندها نقص الحديد اللي بيأثر على نزول الوزن يعني الناس اللي عندها نقص الحديد تعرف ان هي وزنها بيكون ثابت او يكون صعبة في النزول فلازم تشرب حاجات فيها حديد فالوصفة دي طعمها لذيذ جدا الناس بقى لما بتحيب اشتاكل البنجر فممكن تعمل الوصفة دي لونها جميل جدا فوائدها رائعة جدا جدا هتحسوا طبعا ارتفاع الحديد بتاعكم بسرعة رهيبة مع الوصفة دي كمان هتعمل على سد الشهية مجموعة من الفيتامينات عالية جدا النكهة الرابعة بقى اللي بتسبب ثبات في نسبة السكر في الدم وما بتخليش الانسولين يطلع لفوق اللي بتساعد على حرق الدهون وبتساعد على الشبع وعلى نظارة الوجه الوصفة دي مهمة جدا يا جماعة والله لازم برضو تعتادوا ان انتو تعملوها هنحط مكعبات التلج بتاعتنا هنعمل بيكس بقى من التفاح هحط تفاح اغدر على تفاح احمر على فكرة الكمية نسبها لكم اختيارية حسب المية اللي انتو بتحطوها واغلب الوصفات بتاعتنا النهاردة والوصفة دي بعد اما المية تخلص نقدر ان احنا نزود لتر كمان يعني خلطة التفاح اللي انتو شايفينها دي بعد ما نخلص المية بتاعتها نقدر ان احنا نزود كمان لتر مية ونسيبها شوية ونبدأ نستخدمها بيكون لسه فيها فوايد يعني الخلطات والحاجات اللي احنا بنحطها بيكون لسه فوايدها موجودة فنقدر ان احنا نزود كمية مية بعد ما المية تخلص ونشرب منها مرة تانية يعني هي مرة واحدة ومرة كمان وبس ضفت كمان عضين من الارفة وضفت معلقة كبيرة من خل التفاح تخيلوا بقى خل التفاح مع التفاح الفرش مع الارفة شبع رهيب رهيب فايدة عظيمة فيتامين سي حديد طبعا التفاح فيه كمية حديد حلوة الارفة المشروب ده حلو كمان جدا لمرضى السكر اللي عندهم السكر عالي اللي عندهم زبزبة يعني ممتاز جدا هو مشروب البنجر المشروبات كلها بتاعيتنا النهاردة بتساعد على ان مستوى السكر بيفضل في مستويات طبيعية علشان كده حلوة كل المشروبات دي لمريض السكر حتى مشروب البنجر حلو لمريض السكر البنجر اه بيبقى فيه نسبة سكر ولكن نسبة سكر مفيدة اللي بتقعد في الجسم فترة طويلة فده بدينا احساس بالشبع احساس من السبات مش هتحسوا بجوع نهائي لو استمرتوا على شوية الديتوكسات الحلوة دي اللي تنقق يسموكم السموم وتسد الشهية تديكم نضارة تديكم فيتامينات تديكم انتعاش للصيف بتعمها الرائع لازم تجربوها ترجعوا تكتبوا لي في الكومنتات وطبعا شايفين كمية المجهود فطبعا استهل منكم لايك حلو زيكم وتشيروا الحلقة مع صحابكم وكمان تشتركوا معايا في القناة اكون مبسوطة جدا باي باي